أستاذة ما هتتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل رمضان وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام الله مقامين بعويتك كده ربنا يفرح كل البنات ويسعيدني يا رب كده يا رب يفرحهم كلهم مرة واحدة كده يا رب الله مقامين تفضل سؤال بس الطرح علي مبارح وانا كنت في الجامعة الاخوات مني بقاعدين في الجامعة بعد التراويح ففي حد يسأل سؤال كده انا بقيت مستغرابة رب الفعل يعني واحدة بتسأل بتقول لوحدة لوحد زانا في رمضان ويستغفر ربنا بس بعد الفطار يعني زانا بعد الفطار يعمل ايه فواحد قلت لها ابسط حاجة ان هي تروح تعمل عمرة او يروح يعمل عمرة ولو ربنا قرم يعمل حاجة يستغفر ربنا فهل الكلام ده صح اول حاجة قبل ما جاءوا على السؤال ده ممكن تأفلوا مجامع الفقهية اللي انتوا بتفتحوها في مصالة السيدات دي الله يستركم عشان بس ايه عشان احنا في رمضان الله يستركم بلاش المجامع الفقهية دي لان في الاخر خالص بيجوننا والله اللي بيجوا يسألونا يقولنا ايه المشايخ قالوا فقاعد دور على المشايخ قالوا ايه فبيطلع المسألة زي ما حضرتك قلت كده بالزبط فانا شاكر لحضرتك ان انت قدمتنا مصدر من مصادر ايه الفاتو فانا بقول لحضرتك الفاتو غير الصعيح لا يا ستي هو لو تبقى الى الله سبحانه وتعالى هو مش لازم يعمل ده كله ولو تبقى الى الله طوبة نصوحة يكفي انه تبقى الى الله واناب واستغفر وتاب هو دوت والتوبة تقوب ما قبلها وما نقفلش ابواب الرحمة ولا ابواب الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اه طبعا يعني معصية في رمضان بهذه بهذه كبيرة زي الفاحشة ده الزنة اسمه فاحشة فلذلك اه ده كبيرة ولكن ليست معنى كبيرة انها كبيرة على الله الله يغفرها يغفرها سبحانه وتعالى ولذلك وايه يغفر يستغفر اوه تقولوله لازم يعمل عمر او لازم تعمل عمر فتأجل التوبة وتفضل في حصرة او تفضل تحس انه مش هتقدر ترجع على ربنا لانه مش هتقدر تعمل عمر لا ما يجس ده ارجوكم ارحموا الناس وردوا المسألة واسألوا اهل العلم المسألة ببساطة خالص تتوب الى الله سبحانه وتعالى او يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويكتهد في العبادة مش لازم يروح يعمل عمر الناس اللي بتروح تعمل كده هي بتروح عشان هي عايزة ترتاح نفسيا لكن اما وانه يعرف ان رب واسع وانه رب كريم وانه رب غفر للذنوب وخاصة في مثل هذه الاوقات في رمضان يقبل على الله سبحانه وتعالى ينكسر قلبه لعل ربنا جعله يفعل هذه المعصية عشان ينكسر قلبه فلا يعصي الله سبحانه وتعالى بعدها ابدا وعشان كده بس لا مش لازم عشان يتوب يروح يعمل عمر لا يتوب الى الله سبحانه وتعالى يقول استغفر الله العظيم تبتوا الى الله وعزمتوا على ان لا افعل هذه المعصية ابدا وانت يا من تسمعه استغفاري على ما اقوله شهيد وبس وينطلق ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويكسب من العبادة شكرا